موسيقى مجاهدون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء وهذه أبرز عنويني موسيقى دقلو يؤكد ضرورة التنسيق ما بين الخرطوم وجوبا لمصلحة أبيي موسيقى توت قلوات يناشد لجنتين بخصوص الجداول الزمنية المصوص عليها الوضع حد لحالة الاستقرار بأبيي موسيقى أهلا بكم مشاهدينا أكد نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري لمنطقة أبيي محمد حمدان دقلو أكد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين السودان وجمهورية الجنوب السودان لبناء الثقة وتبادل الأراء حول كيفية توفير أساس متين للحل النهائي لقضية أبيي وقال دقلو في الاجتماع المشترك بين السودان وجمهورية الجنوب السودان حول أبيي بالخرطوم اليوم إنه بالرغم من الظروف الحارجة التي يمر بها السودان إلا أن عقد الاجتماع كان أولوية تغدير لحساسية قضية المنطقة والمعاناة الإنسانية التي تمر بها المجتمعات مبينا أن الظروف السكان في أبيي لا تحتمل التأخير مشيرا إلى أهمية التواصل من خلال الاجتماع إلى نتائج إيجابية لوضع أبيي على مسار السلام العادل والمستدامة أوضح أن الروابط التاريخية المشتركة بين مجتمعات المنطقة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع السودان وجمهورية جنوب السودان كلها عوامل محفزة تسهم في إحراز تقدم حقيقي يضمن مستقبلا أفضل لسكان أبيي داعيا إلى تفعيل الآليات المشتركة وخلق البيئة المناسبة التي تسهم في تعزيز الأمن والتنمية والاستقرار لمصلحة المجتمعات بالمنطقة مؤكدا على أهمية مشاركة أصحاب الشأن ومواطني المنطقة لتعزيز العمل المشترك وخلق بيئة مواتية للتعايش السلمي والاجتماعي تعلمون الظروف الحرية التي يمر بها السودان في هذا التوقيت إلا أن هذه الظروف لم تمنعنا أن نلتغي اليوم في هذا الاتماع المشترك لأن حساسية غضية المنطقة والمعاناة الإنسانية التي تمر بها المجتمعات هناك تمثل أولوية لا تتحمل التأخير لذلك نأمل أن نتوصل إلى نتائج إيجابية لوضع أبيئي على مسار السلامة العادل والمستدامة إلى ذلك ناشد مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية تود قلواك اللجنتين بضرورة الإسراع في الجداول الزمنية المضروبة لمصلحة استقرار المواطن بمنطقة أبيئي موضوع طويل جداً نحن دولتين نوصل لحل النهاية للموضوع تنابيئي نحن لا يمكن كل يوم نناقش بإطار مطقة أبيئي بدون حل والمواطن دفع فاتورة من كل الطرفين نحن نجاح بإطار المواطن من كل الطرف أنا لساعدت حلقة ديها نابئة نحن نابئة الان منطقة مطعة لاستقرار ومطعة لاستقرار المواطن عقدوال ولاية غرب دارفور الجنرال خميز عبدالله بكر اجتماعا موسعا بمكتبه الموقد ومعسكري كرندان مع المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني بالولاية أوضح مفوض العون الإنساني بالولاية الصادق محمد أحمد هارون أن الاجتماع بحث خطة حكومة ولاية غرب دارفور لعودة نازحين من مراكز الإيواء الموقعة بالمؤسسات الحكومية إلى معسكر كريندان كمرحلة الأولى للعودة الطوعية إلى قراهم الأصلية وتوفير المواد الغذائية والإيوائية للعائدين وأكد عودة أكثر من ألفي أسرى إلى المعسكر وإخلاء ثلاثة مؤسسات حكومية من مراكز الإيواء الموقعة تأمل اليوم اجتماع موسى ضم عدد كبير جدا أو كل المنظمات الإنسانية العاملة بولاية غرب دارفور وذلك بغرض التفاكر في كيفية دعم عملية العودة هذا الاجتماع عقد في مقر والي ولاية غرب دارفور الجديد بمعسكر كريندانك وتناقشنا العديد من القضايا أهم هذه القضايا متمثلة في الخدمات التي يجب تقديمها للمتأسرين أو للعائدين من مراكز الإيواء المعسكر كريندانك المتمثلة في المعينات الإيوائية فوضعنا خطة الحكومة تم إجازتها بالكامل فإن شاء الله كل شركان في العمل الإنساني سيعملون معا لدعم هذه الخطة من أجل تحقيق أو إنجاح عمليات عاد أو عودة النازحين للمعسكر من مراكز الإيواء إلى معسكر كريندانك إن شاء الله ولحسب الخطة الموضوعية إن شاء الله سيتم إنجاز أو تنفيذ هذا البرامج في خلال أو قبل حلول الفصل الخريفة إن شاء الله بإذن الله ويجد المعرض الشبابي الثاني الذي ينظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية الشمالية إقبالا واسعا من جمهور الولاية ومشاركة من المهتمين والشركات الراعية ويأتي المعرض ضمن برامج أخرى يقوم بها المجلس الأعلى للشباب والرياضة في سبيل تحفيز الشباب نحو العمل والإنتاج بمشاركة عدد من الواجهات والبيوتات التجارية الراعية نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية معرض الشباب في نسخته الثانية نحو تأكيد دور الشباب في الاطلاع بأدوار فاعلة في المجتمع المجلس الأعلى يتبنى القرنامج بحث أنه يقدم فرصة للشباب مكان حيوي وحركي عشان يقدروا يقدموا فيه المنتجات بتاعتهم أن تجوها بصنع يعنيهم ويسوقها للمجتمع بالإضافة لأنه يرويج لنفسه كمنتج وفي سبيل الترويج عن نفسه ومنتجاته يظل الشباب أمام التحدي في عكس المواهب والإبداعات الشبابية ويأتي معرض الشباب بتنظيم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة في ظل حوجة الشباب لهكذا معارض وفرص تجمع الشباب بالمجتمع الشيء جميل والله يعني معرض يعني المميزجي نتمنى من الدولة تتبنى المشاريع الصغيرة في الصناعات اليدوية مميزة في النهزج والمعرض شيء جميل والله أقول شيء الأنظار نتمنى من المسؤولين أن يتبنوا في هذه المشاريع حتى ترى النور نشاهد الآن هذا المعرض المصاحب لهذه الفعالية الشبابية الثقافية معرض شباب يجسد دور الشباب في الامتاج وعجلة التنمية وكثير من البرامج التي تهم الشباب في الجانب الآخر في ملعب الخماسيات نشهد دورة رمضانية في كرة القدم لكل مؤسسات الولاية يذكر أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية ينشط خلال هذا الشهر الفضيل في جمع الشباب في مجالات الرياضة والثقافة بمثل ما ينشط في الأعمال والمهام الأخرى ضمن أدواره المعتادة أحمد هلال الشروق على الولاية الشمالية ضنغلة انطلقت أمس بساحة الحرية تصفيات المشاركة في معسكر الاتحاد الدولي للدراجات المقام بجنوب إفريقيا للدراجيات تحت السن 21 سنة وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السوداني للدراجات في دورته الجديدة بدأ فعليا في تنفيذ برناميه الانتخابي الذي وعد به وكانت أولى خطواته تطوير اللعبة عبر رفع كفاءة الدراجين وأساليب التدريب والمعسكرات الداخلية والخارجية والمشاركات الخارجية ختام هذا المساء نعود ونذكر بالعناوين دقلو يؤكد ضرورة التنسيق ما بين الخرطوم والجبال لمصلحة أبيا توت قلوات يناشد اللينتين بخصوص الجداول الزمنية المنصوز عليها لوضع حد لحالة الاستقرار بأبيا بهذا مشاهدين تكاملت نشرطنا لهذا المساء لمزيد من الأخبار تابعوا موقع شرق نت فرعة الرحيم اشتركوا في القناة